دور مهم جداً طبعاً بتقوم بمنافس وزارة الداخلية في توفير السلع كمان دور آخر شديد الأهمية هي الحملات اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية بشكل يومي لضبط السوق في خلال 24 ساعة تم ضبط 130 قضية تموينية المضبوطات أو الحصيلة كانت حوالي 1092 طن ده في مجال حجب السلع الاستراتيجي تم ضبط أكتر من 428 طن سلع غزائية في مجال السلع على السلع المدعومة يعني زي الدقيق مثلا ده مدعوم تم ضبط أكتر من 105 طن دقيق طيب الناس اللي بتبيع بأزيب من السعر الرسمي تم عمل كام قضية أو تم ضبطها دقيق تم ضبط أكتر من 558 طن سلع غزائية بتتباع بأكتر من 8 وبالتالي بتتحول إلى المنافذ الحكومية عشان تطرح في المنافذ والمجامعات الاستهلاكية بالأسعار الرسمية كل الدربات دي وكل الجهود دي المتكملة من توفير السلع وحماية السوق إن شاء الله مع الأيام الأولياء اللي جاية هيكون تأثيرها واضح بشكل كبير جدا إن ما يكونش فيه أبدا أو إطلاقا أي رفع غير مبرر للأسعار لأي سلع من السلع ده برضو يخلنا لي الأدوار اللي بتقوم بها وزارة الداخلية عشان العمليات الأمنية اللي بتتم حاليا في سبيل استقرار الشارع بما يتعلق به الأضايا أو المحاضر اللي تم تحريرها في مثلا تداول الشيشة يعني حتى الآن في بعض الهاوي فيها شيشة تم ضبط 1171 قضية في مجال تداول الشيشة المضبوطات حوالي 7000 شيشة تم غلق حوالي 4686 محل مخالف لموعيد الغلق ضبط أكثر 152 ألف شخص لعدم ارتداءهم الكمامات الواقية في مجال الشق الاقتصادي بقوا التموين تاني تم ضبط 168 قضية استوانات بوتجاز بلغت حوالي ألف استوانة من الغاز المدعوم حوالي 135 ألف جنيه تم ضبط 25 قضية موابت بيترولية وطبعا دي كانت كلها معادة للبيع في السوق السوداء